تتصاعد أزمة اختفاء القياد العسكري المختطف علي عشال الجعدني منذ منتصف يونيو الماضي فبعد تصعيد القبائل في أبيان وإعطاء مهلة للأجهزة الأمنية للقبض على المتهمين قررت اللجنة الأمنية العليا إيقاف قائد قوات مكافحة الإرهاب في عدن والقيادي في قوات المجلس الانتقالي يسران المقطر عن العمل وإحالته إلى التحقيق على خلفية قضية اختفاء الجعدني اللجنة عقب اجتماع لها بعدا أصدرت تعميما بضبط المتهمين سميح النورجي وتمام محمد وبكيل مختار ومحمود عثمان المتهمين في القضية ذاتها وأكدت اللجنة ضرورة توحيد جهود التشكيلات الأمنية للوصول إلى النتائج بصورة سريعة وتسليم المشتبه بهم لأمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن وأبيان والبحث الجناء والحزام الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب وكانت إدارة أمن عدن قالت إنها أفرجت عن النورجي بضمانات قائد مكافحة الإرهاب يسران المقطر فيما نفى الآخر تقديم أي ضمانات لكنه اعترف بالقيام بدور في الإفراج عنه والواضح أن هذه القضية وبكل أبعادها السياسية والمناطقية ما هي إلا إحدى تبعات عدم الإدارة الموحدة لكافة التشكيلات الأمنية والعسكرية المتواجدة في العاصمة المؤقتة هذه القضية أيضاً أعادت المطالبات بضرورة دمج كافة التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وهي المهمة التي كلفت بها اللجنة الأمنية العليا لكنها لا تزال حتى الآن مهمة متعثرة